السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير النهاردة ان شاء الله معادنا مع تكملة درس التمييز للصف الثاني الاعدادي احنا قلنا تمييز الاعداد المفردة وقلنا تمييز الاعداد المركبة النهاردة ان شاء الله معادنا مع تمييز اعداد العقود وتمييز الاعداد المعطوفة وان شاء الله بإذن الله هننهي الدرس وهناخد كمان تمييز المئة ومضاعفاتها والالف ومضاعفاتها تمام كده نبدأ الأول كده بأعداد العقود يعني ايه مصد أعداد عقود أعداد العقود اللي هي العشرون عشرون وثلاثون واربعون وخمسون إلى تسعون تمام كده يا ولاد يبقى من عشرون إلى تسعون دي أعداد العقود بدون عاطف بدون معطف عليها عدد هي عشرون كده اللي هو العقد تمام كده هي دائما لها نقول تخالف المعدود تسكيرا تأنيسا ولا تطابق هي دائما تأتي على صورة واحدة وهي صورة جمع المذكر السالم سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنسا وأيضا تعرب حسب موقعها في الجملة إعراب جمع المذكر السالم فترفع بألواو وتنصب وتجر بالياء يعني لو حبت أقول إن مثلا معي خمسون جنيه هقول معي خمسون جنيه طبعا يا ولاد خمسون هنا جاءت على صيغة جمع المذكر السالم ومرفوع لأنها تعرب مبتدأ هنا مؤخر طبعا جنيه ده مذكر فعندي هي إجت معا جاء على هيئة جمع المذكر السالم طب لو قلت مثلا حضرت عشرونة معلمة طبعا معلمة مؤنس وعشرونة برضو جاءت على إيه على صيغة جمع المذكر السالم فإذا العدد هنا يأتي على صيغة واحدة وهي جمع المذكر السالم سواء كان المعدود أو التمييز مذكر أو مؤنس ما بيختلفش يا ولاد طبعا بيتعرب حسب موقعها في الجملة هي هنا تعرب فاعل لأن حضرة فعلي ماضي آآ مبني على الفتح والتأي التأنيس لما حلالهم العرب وعشرونة فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم فهي تعرب عرب جمع المذكر السالم هنا كانت مبتدأ برضو مرفوع علامة رفعه الواو ممكن برضو تيجي مثلا منصوبة زي ما أقول مثلا شاهدته أربعين نجمة مثلا شاهدته طبعا فعلي وفاعل أربعين ده ده العدد يا ولاد ويعرف حسب موقعه في الجملة هنا مفعول به منصوب علامة نصبه وليا لأنه جمع المذكر السالم ونجمة ده تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وطبعا التمييز بتاعهم يأتي مفرد منصوب لأن احنا اتفقنا إن الأعداد من 11 إلى 99 بيكون التمييز بتاعها مفرد منصوب فهي برضو التمييز بتاعها مفرد منصوب تمام كده أعداد العقود من الأعداد اللي سهلة يا ولاد بزا ما احنا قلنا تأتي على صيغة واحدة سواء كان المعدود بتاعها مذكرين أو مؤنسا هي تأتي على صيغة جمع المذكر السالم وتعرب حسب موقعها في الجملة فده سهلي جدا جدا ندخل بقى على الأعداد المعطوفة الأعداد المعطوفة يا ولاد اللي من أول 21 من 21 إلى تسعة وتسعة خلوا بلكوا بقى من الأعداد الايه الأعداد المعطوف طبعا يعني في عدد في عدد في الأول وبعدين معطوف على عدد اللي هو عدد العقود يعني العدد الأول بيبقى عدد مفرد وبعد كده بيعطف على اللي هو عدد العقود فالأعداد العقود تأتي زى ما احنا قلنا على صيغة جامعة المذكر السلم وتكون تابعة لما قبلها في الاعراب طب العدد بقى اللي هو المفرد ده يعرب حسب موقوعه في الجملة يعرب حسب موقوعه في الجملة يبقى الجزء الاول هيعرب حسب موقوعه في الجملة اللي هو العدد ده هيعرب حسب موقوعه في الجملة ده برضه هيبقى تابع لي هيبقى معطوف عليه لان فيها هيبقى بينه وبين بعض حرف عطف عشان كده بنسميها الأعداد المعطوفة زي ايه؟ انا عايزة اجيب مثلا واحد وعشرون هقول حضرة واحد وعشرون معلما بصوا كده واحد تقرأ بحسب موقعها في الجملة حضرة فعل وواحد فاعل الواو هنا حرف عطف يا ولاد حرف عطف تعطف عشان كان بنسميها عدد معطوفة بتعطف عدد العقود على العدد اللي هو المفرد اللي قبلها فعشرون هنا هتكون بقى اسم معطوف مرفع وعلامة رفع يا ولاد الواو لانه جمع مذكر سالم كذلك معلما تمييز منصوب واحنا عارفين ان هو مفرد ايه مفرد منصوب كذلك لو قلنا مثلا حضرات بلاس حضرات بقى نخليها حاجة تانية شاهدتو ثلاثة خلوا بالكم انا هجيب ثلاثة من غير التاء المربوطة لان انا عايز اجيب المعدود مؤنس فالاعداد الاعداد من ثلاثة للتسعة احنا اتفقنا ان هي دائما تخالف الاعداد من ثلاثة لتسعة سواء جاءت مركبة او جاءت معطوفة على طول تخالف اما الواحد والاسنان يا ولاد يوافق يوافق المعدود تسكيرا وتأنيسا الواحد والاسنان يوافقان المعدود تسكيرا وتأنيسا احنا قلنا هنا واحد طبعا لو كانت ده مؤنس كنا قلنا إحدى وعشرون ولكن هو عشان هو مذكر فقولنا واحد كذلك اثنان لو هو مذكر هنقول اثنان لو هي مؤنس المعدود مؤنس هنقول اثنتان فالعدد واحد واثنان يوفقان المعدود تسكيرا وتأنيسا اما من اول ثلاثة الى تسعة دائما يخالفه يخالف المعدود تسكيرا وايه وتأنيسا فانا انا عايز هنا اقول ان هي طبيبة فأمتي جايبها ثلاثة. شاهدتو ثلاثة. ثلاثة و خمسين طبيبتان. بصوا كده. شاهدتو ثلاثة. ثلاثة هنا اعربها ياولاد مفعول به. منصوب علامة مصبو الفتحة. الواو حرف عطف وخمسين اسم معطوف منصوب علامة مصبو اليه لانه جمع مذكر سالم. خلوا بالكم من الحاجات دي كويس جدا. هنخلي بالنا من العدد. هل هو يخالف المعدود تسكيرا وتأنسا ولا يطابق. انا عندي ثلاثة هنا تخالف. من ثلاثة لتسعة تخالف. الخمسين تأتي على صيغة واحدة. صيغة تجامع المذكر السلم. مسترقش معها المعدود هنا مؤنس او مذكر. الخمسين تابعة لما قبلها. ده منصوب ازا ده منصوب شبهه. فاحنا هنخلي بالنا من حاجات كتير عشان كده بنقول ياولاد ركزوا كويس جدا في آآ التمييز. شاهدتو ثلاثة و خمسين طبيبة. وهنا طبعا طبيبة ده تمييز ايه منصوب? مفرد منصوب لان احنا عرفنا ان الاعداد كلها من احد عشر الى تسعة آآ وتسعون. ده بتبقى آآ تمييز بتاعها مفرد منصوب. هنقص على اللي انا قلته ده دلوقتي كل الاعداد من واحد وعشرون الى تسعة وتسعون. تفهم كده ياولاد? في حاجة عايزين نقولها. آآ طبعا الاعداد عندي احدى. لو انا جبت هنا احدى مثلا عايزة اقول اني حضرت احدى وعشرونة. حضرت احدى وعشرونة معلمة. احدى هنا ياولاد تعرب بعلمات مقدرة. احدى تعرب بعلمات مقدرة. يعني ترفع بالضمن مقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وتجرب الايه بالكسرة المقدرة. عشان احنا عارفين ان اخيرها الف لينة. اما اثنان واثنتان فيعربان اعراب المسنة. يرفعوا بالالف وينصبوا ويجرب بالايه بالياه. بقية بقى الارقام اه او بقية الاعداد بترفع بالضمن عادي وتنصب بالفتحة وتجرب الايه بالكسرة. طبعا احنا عارفين ان الاعداد المركبة بناخد العددين مع بعض ونقول اسمه مبني على فتح الجزئين. اما الاعداد المعطوفة لا. بنعرف الجزء الاول عادي حسب موقعه في الجملة. والجزء التاني بيكون اسمه معطوف على ما قبله. بس كده ده دي كل ياولاد الايه تمييز الاعداد العقود والاعداد المعطوفة. سهلة اوي اوي اوي. هي المركبة هي اللي كانت بيبقى فيها شوية كلام. طيب انا عندي بقى المئة ومضاعفاتها. اه المئة بيكون التمييز بتاعها عامل ازاي وهي العدد نفسه بيبيبيطابق المعدود تسكنه تقنسا ولا يخالف. المئة ياولاد والالف زي بالزبط اعداد العقود. تأتي على صيغة واحدة لا تطابق ولا تخالف. المئة تأتي على صيغة واحدة مع المذكر ومع المؤنس. كذلك الالف تأتي بصيغة واحدة مع المذكر والمؤنس. وتعرى بحسب موقعها طبعا في الايه في الجملة. عادي جدا جدا. اما التمييز بتاعها ياولاد بيكون مفرد مجرور. مفرد مجرور. يعني انا عايز اقول مررته بمئة رجل. بمئتي رجلين اهو. مررته بصوا كده. مررته بمئتي. خلوا بالكم اهو. مئتي. الاسم المجرور بالبق وعلامة جر الكسرة. رجلين. التمييز بتاعها ياولاد شايفين? مفرد مجرور. كذلك لو قلت مررته بمئة امرأة. نفس الحكاية بالضبط ياولاد. هيأتي برضو التمييز بتاعها مفرد مجرور. ومئة هتأتي على نفس الصيغة. فما بتختلفش. تأتي مع المفرد. تأتي مع المذكر والمؤنس على نفس الصيغة. كذلك ياولاد الالف. مررته بالف. او مثلا حضر الف. مثلا هقول حضر الف معلم. اهو. تمام كده? الف ده طبعا ايه? فعل مرفوع لما ترفعوا الايه? الضمة. اما اذا جاءت مسنة مئة مئتان والفان بترفعوا ياولاد اعرابه ايه? المسنة. طبعا بقى ياولاد لو انا قلت مسلا العدد اه مئة وواحدون وخمسون مسلا. ممكن اقدم المئة اه ابدأ بالمئة وبعدين اقول وواحدون وخمسون او ممكن اقول واحدون وخمسون ومئة. وساعتها ياولاد التمييز يتبع اخر 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 عدد انا قلته. يعني لو انا قلت مسلا بصو كده. لو انا قلت حضرة. مئة 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 وخمسون هقول هنا رجلا مئة وخمسون رجلا ليه? رجلا هنا تبعا للعدد تمييز للعدد ده مش تمييز للمئة. اما لو قلت ياولاد حضرة خمسون ومئة ساعتها اقول رجلين. لان التمييز هنا هيتبع المئة مش هيتبع الايه? الخمسون. تمام كده? ومئة رجلين. تمام كده ياولاد? فخلوا بالكم من الحاجات دي. الحاجات سهلة جدا جدا. في الامتحان بيجي لنا ايه يا سنة تانية ويقول لنا ايه? في الامتحان بيجيب لنا مثلا جملة وفيها العدد بيكون ارقام حسابية. ويقول لي اعبر عنها بالحروف. او اكتب العدد باللغة العربية. ساعتها بقى ان انا مطلوب مني ركز كويس جدا. المعدود مذكر ولا مؤنس والتمييز بتاعه. يا ترى هيكون مفرد منصوب ولا جمع مجرور ولا مفرد مجرور. هركز العدد موقوعه في الاعراب ايه? هيحط حركاته ايه? كل الحاجات دي لازم نركز فيها كويس جدا جدا يا سنة تانية. ارجو يا سنة تانية انتو تكونوا فهمتو كل درس التمييز. طبعا ان نزلتو على آآ تلات اقسام. آآ يريد تكونوا استوعبتوه. هو التمييز سهل قوي بس محتاج ان احنا نركز بس شوية. ثواني همسح معاكو الصبورة وهنجيب كزا جملة عشان نقدر نشوف هنكتب العدد ازاي. ثواني وارجعلكو تانية. وارجعنالكو تانية سنة تانية في السؤال ده. آآ فيه اجاز كده سريع جدا للتمييز وزي نجاوبه في الامتحان. اكتب الارقاب الحسابية بالفاظ عربية وغير ما يلزم. قرأتو تسعة قصص واثناشر او واقسنا عشرة كتابا. احنا انا بكرأ العدد زي ما احنا بنكرأوه كده بالحساب. ولكن هما نجي نكتبه هنكتبه باللغة العربية. اشتريته اربعة وعشرين قلم وستة وتلاتين قصة. كتبت بحثا مكونا من اتناشر فاصل. انا عايزني هنا اشيل الارقام الحسابية واكتبها باللغة العربية واكتبها صحيحة. تعالوا نركز كويس جدا. احنا لو مركزناش احنا كمدرسين بنغلط فيها. فاحنا محتاجين نركز كويس جدا يا سنة تانية. اول حاجة انا هبص على قرأته تسع قصص. طبعا قصص دي آآ قصة. المفروض بتاعها قصة. اذا هي مؤنسة. يبقى لازم والعدد من تلاتة لتسعة يخالف. فده هتبقى مذكرة. تمام كده? وخلوا بالكو ان هي هتبقى مفعول به. فهتبقى بالشكل ده قرأته تسعة قصصين. وهيبقى التميز طبعا جمع آآ مجرور. جمع مجرور. قرأته تسعة قصصين. ها عمل الفصلة واتناشر اتناشر كتاب. طبعا العدد اتناشر احنا قلنا كله على بعضه كده يطابق المعدود تذكيرا وتأنيسا. اتناشر كده بتطابق المعدود تذكيرا وتأنيسا. الجزء الاول والجزء التاني يطابقان. وطبعا التميز بتاعها بيكون مفرد منصوب. فهنقوم قايلين ايه? واثنى عشرة. هنشوف الاول علامة اعراب. قرأته تسعة قصص واسمي. خلوا بالكو بقى. شايفين كان فيها تحصل خطأ الوقت. الاول العدد ده معطوف على التسعة. التسعة هنا ايه? منصوبة. ازا الاسنة لبقى تكون منصوبة. فهتبقى واسمي عشرة. احنا قلنا لازم نركز في كل حاجة. نركز في علامة الاعراب. نركز في التذكير والتأنيس. نركز في التمييز. تمام كده? قرأته تسعة قصص واسمي عشرة كتابا. احنا قلنا التمييز بتاعهم من من الاحد عشر الى تسعة وتسعين. بيكون التمييز مفرد ايه? منصوب. نركزه كويس جدا جدا في علامة الاعراب. يا ولا. لازم نركز في كل حاجة واحنا بنكتب. طيب. اشتريته اربعة وعشرين قلم. ها. اشتريته فعل وفعل. يعني عندي الاربعة دي هتبقى اعرابها مفعول به. وعندي القلم مذكر. ازا الاربعة دي هتبقى مؤنسة لان برضو الاعداد من تلاتة لتسعة تخالف. العشرون تأتي على صيغة واحدة وهتكون تابعة لها في الاعراب. فهقوم ايلا اشتريته. هنكتب كده في الامتحان يا ولاد من اول الجملة من اولها. اربعة اربعة تمام كده? وعشرين اجت هنا يا ولاد منصوبة بالياء لانها طبعا بتعرف بجمع المذكر السليم وهي تابعة لما قبلها في الاعراب. الاسم المعطوف بيكون تابعة لما قبلها في الاعراب. قال من تمييز منصوب. ها اشتريته اربعة وعشرين مش هقول وعشرونة وعشرين. قال من لان دي تابعة لما قبلها في الاعراب. ها و طبعا العدد ده برضو تابع لما قبله معطوف على ما قبله. فهيبقى تابع ليه في الاعراب. او ايلا ايه? القصة. خلوا بالكم القصة مؤنسة. ازا الست هتخليفها تبقى وستة. كده بالطريقة دي. وستا 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 وثلاثين قصة وستا وثلاثين قصة بقى اشتريته أربعة وعشرين قلما وستا وثلاثين قصة لأنها تابعة لها في الايه؟ في الاعراض طيب كتبت بحثا مكونا من طبعا حرف جار من ايه؟ اتناشر فصل الاتناشر تتبع ما قبلها في الاعراض الفصل مذكر هتبقى بقى ايه؟ اثني عشر وخلوا بالكم ان من هتجر الحرف هتبقى كتبت بحثا مكونا من اثني طبعا اثني من غير الهامسة اثني عشرة فصل بس كده شايفين كزا حاجة؟ عشان كده منقول دايما نركزه يا ولاد لأن فيه اكتر من حاجة المفروض ان احنا نركز فيها هنركز في التسكير وفي التأنيس هنركز فيها طرع الجزء ان هي ان هيوفقه في التسكير وفي التأنيس ولا في جزء هيوفقه جزء هيخال يطر التمييز هنا هيكون منصوب ولا مجرور كل الحاجات دي هنركز فيها كويس جدا يا ولاد وعلامة الاعراب والاسم المعطوف هيتبع ما قبله في الاعراب وازاي وكل الحاجات دي هنخلي بالنا منها يا سنة تانية عشان كده بنقول ركزه كويس جدا وانتو بتكتبوا العدد وهيجي لك ممكن تصويب الخطأ تخلي بالك كويس برضو من تصويب الخطأ ومن العدد الثمانية اذا كان المعدود مؤنسا نخلوا بالكم يا ولاد من الحاجات البسيطة دي وان شاء الله بإذن الله تكون كل حاجة سهلة عليكم انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم وهو تمييز كامل استفهمية وكامل خبرية ياريت اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته